أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير العمل الحكومي بما يجعل القطاع الخدمي قادرا على الاستجابة لمتطلبات المرحلة في سرعة الإنجاز وجودة الخدمة لافتا سموه إلى أن التنافس من أجل تقديم الخدمة الحكومية الأفضل للمواطنين هو الذي نشجع عليه وهو الذي يدفع بالعمل الحكومي نحو المزيد من التطوير ليكون محققا لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشار سموه إلى ضرورة مواصلة تبني المبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة الحكومية باستمرار والثقة كبيرة في فريق البحرين من موظفي الحكومة بما تعودناه منهم من روح الإبداع والتميز بأن يساهموا في رفع كفاءة جودة الخدمة الحكومية لنكون وفق مستوى التطلعات والطموح وحث سموه الجهات الحكومية بأن لا تقبل إلا بتقديم الأفضل وهو الهدف الأسمى الذي انطلق من أجله النظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل وفي هذا الصدد وجه سموه بوضع معايير إضافية لجائزة التميز في خدمة العملاء بما يسمو في زيادة التنافسية بين الجهات الحكومية استمرارا لمساعي تحسين الخدمة الحكومية للمواطنين تتضمن جودة الرد والفترة الزمنية المستغرقة للانتهاء منه جاء ذلك لدى تكريم سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين ثلاثون جهة حكومية فائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء لعام 2021 بعد أن حققت التميز في الأداء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى التواصل من حيث سرعة وكفاءة الاستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين بنسب بلغت 100% من مؤشرات قياس الأداء حيث تم تكريم 22 جهة من الفائزين لهذا العام في نسخ سابقة من الجائزة لمرتين أو أكثر منها جهتين تم تكريمهم للمرة السالسة على التوالي منذ إطلاق الجائزة وهما وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الإسكان في حين تم تكريم 8 جهات من 30 جهة لأول مرة وتتضمن الجهات الفائزة للعام 2021 كل من شؤون الجمارك والمحافظة الجنوبية ومحافظة العاصمة والمحافظة الشمالية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المواصلات والاتصالات وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية والمركز البلدي الشامل بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة الكهرباء والماء وصندوق العمل تمكين وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري والهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبورصة البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل وجهاز الخدمة المدنية ومن جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون عن الجهات التي تم تكريمها اليوم عن شكرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتشريفهم بالتكريم مؤكدين أن هذا التكريم يعزز فيهم العزم والإرادة لبدل المزيد من أجل تحسين مستويات الخدمة الحكومية لتكون بالجودة والتميز التي تحقق التطلعات ترجمة نانسي قنقر